شهر من العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا كان كفيلاً بتغيير إيقاع حياة الأطفال في البلد أو إنهائها أحياناً فقد أصبح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا الذي يبلغ عددهم سبعة ملايين ونصف المليون نازحين مليون وثمانمائة ألف هجر من البلاد وغدوا لاجئين فيما نزح مليونان ونصف المليون طفل داخل أوكرانيا التصعيد الحاصل في البلد تسبب وفقاً للأمم المتحدة بتحول طفل أوكراني إلى نازح كل ثانية فضلاً عن معلومات تفيد بمقتل أكثر من ثمانين طفلاً وإصابة أكثر من مئة بجروح مع توقعات بأن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير ومن المؤسف في الحروب أنها تبدأ وتبدأ الآثار الكارثية معها وتنتهي لكن تداعياتها تبقى وتتسبب بالخسائر لسنوات عديدة وهذا ما حذرت منه اليونسف من أن تكون الأزمة الأوكرانية ذات موجات ارتدادية ترافق الأجيال المقبلة وتهدد أن الأطفال ورفاهيتهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية في السياق ذاتها أفدت وزارة التعليم في أوكرانيا بتسجيل أضرار في أكثر من خمسمائة مدرسة ومنشأة تعليمية أخرى وأضافت اليونسف أن أكثر من أربعمائة وخمسين ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين يحتاجون إلى دعم غذائي تكملي محذرة من انخفاض في نسب التلقيح الروتينية للأطفال ما قد يؤدي بسرعة إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها بلقاحات خصوصا في مناطق مزدحمة لجأ السكان إليها هربا من التصعيد